أكدت مصر أن النظام القطري يتبنى سياسة دعم الأرهاب في سوريا وليبيا والعراق ودول أخرى سواء بالتمويل أو الإمداد بالسلاح أو توفير الملاذ الآمن وكذلك بالتحريض وجاء في بيان ألقاه مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة عمرو أبو العطى أن سياسة دعم الأرهاب يمارسها النظام القطري وهو يعتقد أن المصالح الاقتصادية واختلاف التوجهات السياسية قد تحول دون محاسبة مجلس الأمن الدولي له على انتهاكاته لقرارة المجلس وطلب أبو العطى بضرورة اعتماد نهج شامل قائم على مكافحة الإرهاب أينما وجد وضرورة التصدي لكل الأسباب المؤدية له دون استثناء وبالتنفيذ الكامل لقرارات مجلس الأمن ذات الصلاة